اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويمكن نشاط الرياضي توقف حوله اربع شهور وفيه صعوبات كبيرة جدا وما فيش جمهور خالصة وفيش صعب جدا لكن النادي الاهلي قدر يحقق بطولات كبيرة جدا يمكن بالارقام الاهلي على مستوى كل البطولات وعلى مستوى 14 لعبة محقق 455 بطولة يعني ايه النادي العظيم ده ايه مهما كانت الظروف مهما كانت الصعوبات يظل النادي الاهلي دايما يعني بيجري خلف البطولات او البطولات بتجري خلفه ويصطاد البطولات ايه لما كانت في كل الالعاب في القدم في السلة في الطائرة في اليد في الجنباز في كل الانشطة اللي موجودة في النادي الاهلي عشرين وواحد وвин وعشرين ملاي متічن وسل عشرين تكون افضل منها باذن الله يا رب ان شاء الله يعني يارب ان شاء الله البطولات دايما مستمرها وعندنا تحديات كتيرة جدا في عشرين واحد وعشرين بداية من الدور المصري هنتكلم مع حضرتك فيه كمان مع النجمة العاشرة باذن الله ويمكن دي دايما تبقى البطولة الافريقية البطولة الاغلة والبطولة الجماهير كلها بتحبها ومشوار النجمة العشرة بدأ بسنديب البطل النيجر والفوز 1-0 وإن شاء الله بكرة إن شاء الله مباراة العودة شايف المباراة زي من الناحية الفنية ومن ناحية كمان استعداد النادي الأهلي للسوبر الأفريقي والسوبر المحلي وكمان مشوار الدورة الطويلة خلينا نبدأ في ورات سنديب النيجر واللي الأهلي نكسب هناك 1-0 ورغم الظروف الصعبة بالملعب السيء بغض نظر عن الفرق الكبير بين الاسمين الكبيرين النادي الأهلي واحترامنا لبطل النيجر لكن في فروق كبيرة جدا بين الطرفين لكن أنا حابب إن المباراة اللي جاية بكرة تتاخد باهتمام كبير جدا يا كابتن هان يعني ما فيش حاجة اسمها إن الأمور محسومة يعني أنا حاسس إن ما حاجش متهمة حتى بالمباراة ولا حد ملقي بس المؤكد إن جوه النادي الأهلي وفرات نادي الأهلي ما بيعتبروش يكون فيه اهتمام كبير جدا لأنك عليك أن تحترم الخصم تحت أي ظرف من الظروف وفي أي جوه من الأجواء ومهما كانت النتاج حتى لو أنت مخلص كل حاجة من هناك لأن كرة القدم لعبة لا تعترف بأي شيء يعني في بعض المباراة لو نفتكر ماتش باريس جيرمان وبرشلونة أربعة صفر في باريس وروحت لما بارشلونة ماتش نتاعي ستة واحد حد كان يتخيل ده في كرة القدم فما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم مهما كانت الفوارق بين الفريتين وصحيح ويمكن قولي أستاذ المشاهدين بعد نتيجة واحد سفر نتيجة جيدة جدا مقارنة كمان بالوداد والوداد كان خسر واحد سفر من الملعب المالي في نفس الجولة وبالتالي زي ما حضرتك بتقول الأسماء هي بتبقى في الملعب أنت جوه الملعب بتقول أنا النادي الأهلي لكن مش قبل المباراة أنت لو قابت معفرية واستهنت به أنت نتعافش الأمور ممكن تصير معاك إزاي ممكن تتعقد وفي دروس كتيرة جدا يعني اتعرض معها في كرة مصرية وعلى مستوى الانديها فازها لاتجاه فالمؤكد أن النادي الأهلي بيأخذ هذه المباراة بمأخذ جد جدا باهتمام كبير جدا بتركيز بيسعب كل القوى للحسب آه في بعض الغيابات عنك زي محمد الشناوي بكرة مش موجود في المباراة بسبب طبعا عنده إجهاد في العضلة هاني لكن في النهاية دي عناصر دعمة وقوية لك بإذن الله في المباراة أتمنى أن النادي الأهلي يأخذ المباراة دي بقوة بجدية بحماس يسعى للحسم المبكر بإذن الله في المباراة يعني لسان تبع الأمور كلها محسومة لأنك داخل بعد كده على دور الستاشر مهمة دور المجموعات إن شاء الله الأهلي يخش بقوة لأن دي النجمة العشرة بيضار على النادي الأهلي زي بحدك قلت أن دي البطولة الأعظم للنادي الأهلي والبطولة الأهم اللي بيتمي بها النادي أهلي بطولة الأهلي كان بيبحث عليها من 2013 ووجد ضلته فيها في 2020 إذن هي بطولة صعبة المنال والأهلي خلال آخر أربع نهايات كان وصل في ثلاث نهايات يعني فالأهلي دائما بيبحث عنها يعني بقوة طيب خلينا نتكلم برضو على إن شاء الله مباراة بكرة من حيث إن شاء الله ربنا يوافع النادي الأهلي وأهداف المباراة يعني لما نتكلم أو مدير فني بيتكلم بيتكلم على أهداف المباراة مش بس على مستوى النتيجة إن شاء الله لكن على مستوى تجهيز اللعيبة على مستوى إن شاء الله بتستعد كمان لنتعرف إحنا يعني عندنا مباراة كمان بعدها بثلاثة أيام مباراة السيراميقة في الدوري دلوقتي الحمد لله بعض اللعيبة رجعت السكواد بتاعك بقى مش متكامل لكن فيه جزء كبير جدا فالأهداف إن شاء الله المباراة هتكون أنت شايفها إزاي طبعا مهم جدا بجانب الهدف الأسماء والهدف الأعظم هو أنك تحقق الفوز وتتاهل إلى دورة الستاشر بإذن الله فإنك بتشتغل هذه المباراة فرصة أنك بتلعب مباراة رسمية في دور الأبطال يعني بتطمئن فيه على كل اللعيبة القوة بتاعتك اللعيبة خصوصا اللعب اللغايبة أعتقد إن مستوى ماني هيدي فرص كتيرة جدا لعدد كبير جدا من اللعبين خصوصا اللي كانوا غيبين لكي تذهب إلى ماتش سيراميكا يعني ماتش سيراميكا ماتشات المهمة في الدور لأنها تفرجنا على فرق سيراميكا لغاية دلوقتي من الفرق القوية في الدور الفرق بتقدم كرة جيدة الفرق اللي فيها اللعبين مميزين الفرق اللي بتلعب كرة حلوة الحقيقة يعني كان حتى من معظم مباراةهم كانوا بيلعبوا حتى الماتشات اللي خطروا كانوا بيقدوا بشكل قو شكل مميز جدا ومشين بشكل يعني لهم بداية حلوة بدايتهم حلوة في المسابعة فهتماني الأهلي أكيد هيعمل حساب ده أكيد مستمعنا هيستفيد من ده بيطمانينا على كل اللعبين اللي راجع من الإصابة اللي راجع من كورونا فدي فرصة عظيمة جدا لي عملية الروتيش كمان تكون موجودة عندك عناصر كتيرة ممكن تستغلها نتعمل عملية الروتيش وأكيد هو كمان لما بيكون في ماتشين تقريبا في أربع أو خمسة أيام بيكون هو أكيد مجهز كمان العناصر اللي هيشارك والعناصر وده هيساعده النتيجة المباراة إن شاء الله طول ما أنت متطمن على المباراة ممكن تزوء عنصر تشوف شكله الفني شكله البدني عندنا عناصر جديدة وده هيخدني لصفقات النادي الأهلي والصفقة الأخيرة بواليا طبعا لعب الجونة اللعب الكنغولي اللي بيقدم موسم أكتر من رائع مع الجونة السنة الفاتت وبيحرص 13 هدف شايف الصفقة دي إزاي وإزاي النادي الأهلي يستفيد بيها يعني احنا كابتل بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم على الصفقة دي في النادي الأهلي مش بواليا تحديدا ولكن الصفقة الهجومية للنادي الأهلي يعني بقاله أكتر من موسم بيعاني من وجود نقص في الخط الأمامي أو الخط الهجومي فكنا دايما بنبحث عن دقاء الأهلي دعم جاب محمد شريف والحمد لله قبل بلاء حسن وإدري كله بصمة وبكرة وإدري كله بدايات قوية معناه الأهلي جاب 3 جوال لغاية دلوقتي وظهر بشكل قوي مميز جبت أحمد ياسر ريان آه كان كورونا عصدرت عليه ولسه ما قدشي فرصوته جبت صالح محطن كل ده كان نوع من الدعم الهجوم وتدعيم هذا الخط اللي فيه مشكلات كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي إنك تجيب صفقة قوية بهذا الشكل زي ويلتر بواليا اللي عم مهاجم الزيب القوي والمميز ومهاجم يعني أنت مش جايبه لسه تحط تحت الأخبار أنت شفته في مواقف كترة جدا وكان كلام عليه كمان من السنة اللي فاتت النموك يننتقل لأحد الأندية الكبيرة واللي عجبني في الموضوع إن كمان النادي الأهلي في صفقاته بتحصل بهدوء شديد جدا بدون شوشرة وفي الآخر الأمور بتبقى خلاص النادي الأهلي بيعلن انتقال أيا كان اسم اللاعب ده صحيح يعني الأهلي طبعا أكيد متابعه بشكل كبير جدا متابعه بفترة طويلة وقدر النادي الأهلي يحصل من غاية ما انتبفه جئت إن الخلاص الصفقة بتخلص ودي عادت نادي الأهلي في حسم صفقاته لكن هو هيكون داعم كبير جدا للخط الهجومي للنادي الأهلي الأهلي فعلا محتاج لكده وأعتقد إنه معنا نادي الأهلي يكون أفضل كتير جدا مما كان حتى مع الجونة لأن النادي الأهلي بيلعب هجومي بطبع يعني فأعتقد كم الفرص اللي هيوصله في مدشته مع الأهلي أكتر بكتير جدا من مع الجونة ده حقيقي لإنه كان موجود معنا مبارح في البيت الكبير والنقطة اللي حضراتك بتتكلم فيها إنه آه مع الجونة طبعا رقم 13 هدف ده رقم كبير وهو بيقول لما بيكون كمان وسط العيب عندها إمكانيات أفضل وعندها خبرات أفضل ده كمان هيأثر إيجابيا على اللاعب وناس كانت بتشبههم إنه ممكن يكون فلافيو الجديد في النادي الأهلي لأول أجنى كابتن إن نتمنى طبعا زالجك الأجنى إنه هيخلق نوع من المنافسة الكبيرة جدا في الخط الهجمي فهيعمل دوافع كبيرة جدا هيجر هيداف عند مرام محسن وعند أحمد شريف دافع عند صلاح محسن دافع عند أحمد ياسر ريال إنه اللي مش هيظهر بشكل كويس مش حيلاء الفرصة لأنه عندك فيه بدايل كتيرة جدا فده في النهاية سيصبح في مصلحة الفرعة وخصوصا في مركز زال الخط الأمامي ده بيحتاج أكتر من اللاعب ممكن تلعب بمهاجمي ممكن تلعب بمهاجم ممكن تلعب بمهاجم ممكن لا قدر الله الظروف اللي احنا فيها دي بتتعرض لإصابات كتيرة جدا بتتعرض مثلا لكورونا بتطرد الناس في كل حتا فلازم يكون عندك بدايل كتيرة جدا في أكتر من مركز عشان تقدر تحقل أهداف بتاعتك الاهلي بيسعى لكل بطولة بيشارك فيها فلازم يكون عنده اتنين أو تلاتة في كل خط على نفس المستوى وبنفس القدر اللي لما حد يغيب منه ما تحسش بغيابه ويقدر يعوض غيابه بهذا الشكل الاهلي إن شاء الله عمل ده واعتقد أنها يكون أضافة كبيرة جدا لنالي أهلي في دورة الأبطال لما ينضم إن شاء الله بداية من يوم عشرة لما يفتد حتى تسجيل القيد الأفريقي وإن شاء الله يكون مع الاهلي في دورة الستاشر في الدورة بداية من ماتشي سيراميك هذا يكون في كسعالم الأندية في فبراير المقبل أعتقد أنها يكون دعم كبير جدا للفرقة بإذن الله إن شاء الله يعني كل التوفيق ليه وزي ما بنقول إحنا دايما وخلينا يمكن بعض الناس إن بارحة انتقدت شوية إن إحنا بنكبر ولسه ما عملش حاجة أو إحنا بنزهر اللعب بشكل مميز لكن هو شغله ودايما كنت بتكلم على معاملية الضغوط إنه هو كمان عارف الضغوط اللي هيكون محطوط فيها لأنه بلعب في النادي كبير عارف كمان الكمبيتشن والمنافسة ما بين اللعبين في مركز في مركز رأس الحرب هو كمان عارفها فخلينا نقول إن شاء الله يكون صفقة يعني صفقة إن شاء الله تكون مميزة للنادي الأهلي تمام بإذن الله تكون صفقة مميزة لكن حكايت إن النادي الأهلي يحتفي بيه عالميا ده مهم جدا وده موجود في كل الأندية في العالم يعني أي نادي في العالم بيضم لعب وإنت مش جايب بواحد مجهول أنت جايب لعب يعني تقريبا كان وصيف هداف الدورة 13 هدف يعني تقريبا فلعب مميز جدا ولعب لقيمته ولعب كلنا بنتكلم عنه يعني حتى من قبل ما ييجي النادي الأهلي وإحنا بنتكلم على هذا اللعب الهجومي المميز اللي بيقدر يستغل أنصف الفرص ويسجل منها ياهداب فكون إن المركز الموقع الرسمي اللي النادي الأهلي يعتم بيه ويعم ما حرات كن القناة النادي الأهلي تعتني بيه ده مهم جدا ده بالعكس أنا من وجهة نظري إن ده إعلامية اللي هو ما تعملش يبقى قصور مش عملية إنك أنت بتعلم فيه أنا معاك لأنه هو أنا بكلم إنه هو كمان الولد بيحس إنه هو سبورت إنه هو فيه فيه داخل نادي بقيمة النادي الأهلي وبالتالي ده الجزء الإعلامي مهم جدا إحنا بنحترم النقد التاني إنه هو بيقولك ممكن عقلية اللاعب لكن أنا شايف إنه ممكن اللاعب المصر شوية ما وصلتش للدرجة اللي هو يبقى عنده نوع من أنواع خلاص أنا وصلت وبالتالي ممكن يأثر على مستوى الفني لكن إحنا بنتكلم بنشتغل النادي الأهلي بيشتغل البروفيشنال قدمنا الولد بشكل كويس وهو كمان عرف الجماهير على شخصيته لأنه كانت حلقة مميزة وحتى ردوده هادية عنده ثقة في نفسه كلامه هادي ومهزب ومحترم تحسنوا بيتكلم يعني عنده خبرات كمان مشوار مع الكورة مشوار يعني أكسبه خبرات كبيرة جدا طريقته في الكلام حلوة مهزبة رجل كده شيك أعتقد أنه كان مهم جدا الناس تعرف ده ومهم جدا أنه هو يعرف قيمة النادي الأهلي وطبعا أكيد عارف قيمة النادي الأهلي وبسامة عن ندي أهلي لكن لم يبقى موجود جواه النادي الأهلي ويشوف النادي أهلي ويشوف إعلام النادي أهلي ويشوف احتفال ندي أهلي به أعتقد أنه ده حيديله دوافع كتير جدا عشان يجيد ويفيد هذا المكان ويضيف له إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل الناس اللي جات إن شاء الله على قدر مسؤولية وإنه زي أنت ما بتقولت النادي الأهلي محتاج سكاوت كبير جدا علشان البطولات كتير جدا ونيجي البطولة والبطولة أكيد دايما البطولة المفضلة النادي الأهلي الدوري وإن شاء الله يعني بعد مباراة سوني ديب عندنا لقاء مع سيراميكا لقاء مهم جدا هتكلم حضراتك فيه لكن حقدك لجزء التحكيم وجزء الفار اللي تكلمنا اللي يمكن في الأنترو ما أثير حول عملية الفار الغاء الفار لا التقنية لا حتى من خلال المبارياتين اللي فاتوا والأخطاء التحكيمية اللي هو عدم الكمونيكيشن المزبوط ما بين حكام الفار والحكم الساحة شفت ده ازاي يعني بس كابتن الفار أنا بعتبره من التجارة المهمة جدا وجوده في الدور المصري أضاف للدور المصري ووجوده بيحقق العدالة بنسبة كبيرة جدا مهما كان فيه أخطاء ومهما كان فيه تجاوزات لكن وجود الفار في الدور المصري عمل مهم جدا وامر مهم جدا فكرة ان احنا هنلغي الفار ونرجع تاني هذا الأمر مرفوض تماما مستبعد كمان مستبعد تماما ويمكن البعض يتخيل ان المهندس نحن مجاهز رئيس لجنة تشناسية بيطالب بإلغاء الفار هذا لم يحدث على الإطلاق يعني كافة نحن مجاد كان جاي بالناس عشان يقول لهم على الآزمات اللي موجودة في الفار وعلى تمويل الفار وعلى المشاكل اللي موجودة في الفار إيه الآزمات اللي موجودة في الفار يعني كم من ضمنها الحاجات اللي موجودة بالنسبة للتسلل تحديدا من المشاكل الكبيرة جدا اللي موجودة هي أكبر مشاكل للتسلل ودربات الجزاء بالزبط يعني فيه حاجات زي كده كمان موضوع الكاميرات يعني المفروض انت بتصور يعني بخمساشر كاميرا. عشان تطلع بقى حاجة يعني عالمية. لكن انا عندنا ستة كاميرات. وستة كاميرات يعني من الكاميرات القديمة جدا. فده بيأثر بشكل. يمكن انا بعض الحكام قالوا لي هزين المعلومات. انا حتى اما بيروح يشوفه. ما بتكونش الزوايا واضحة جدا يا كابتن هاني. بنسبة لهم يعني. زوايا اللي بزمول على ده اللي احنا بنتفرج عليها. بزبط. لكن انت المفروض كحاكم بتشوف حاجة ولا في صيد ولا اي عاجة. سهلة جدا. انا اعتقد ان اتحاد الكورة بدأ يعني ممكن كان فيه اجتماع مع الشركة اللي هي مسؤولة عن الفوار. ويمكن كان فيه كلام برضو كابتنانة عن ان وده كلام رسم طلع. ان المعدات الفوار اللي جات ليس المعدات المتفق عليها. يعني معدات مستعملة او مش جاهزة بشكل كامل. بالزبط مش مجهزة بشكل كامل. اعتقد انه يمكن تلافي هذه الاشياء. يمكن تجهز كاميرات ووضع الكاميرات بشكل قوي شكل مهم جدا. ده علشان يعني 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 يقر العدالة الكاملة في الدورة المصري. مشاكل كتير زارت. وازمات كتير زارت. ممكن شفنا اخيرها في ماتش زي مالك اه اه الاخير وماتش ينبيو كانت ركلت جزاء واضحة. وصريحة جدا احنا حتى بالعين من المجرده من العادة نقدر نحسنها يعني. وجد درب جزاء بيه كان معليها كان كلام كبير برضو يعني كان برضو ناس بتقول اه ناس بتقول لأ فكل الجدل دوت من خلال وانا تكلمت في نقطة حتى البروتوكول الفار نفسه مناقشة الحكم امتى الحكم يروح للفار وامتى ما يروحش امتى اللعيبة تبدأ تقول له بص يعني كل البروتوكول بتاع الفار لسه عندنا شغل كتير فيه. طبعا دي محتاجة يعني محتاجة تدريب كتير جدا بالنسبة للحكام يمكن بالنسبة للاكة الجزائي اللي في ماتشتناك وامبي يمكن الفار لم يستدع الحكم. يعني ما تصعيش حكم هل الحكم لو الفار استدعاه. لان البعض يقول لك الفار بيستدع الحكم والحكم مش رادي يروح يشوفه. لا. لا يجرؤ الحكم ده من بروتوكول الفار لا يجرؤ الحكم ان يرفض امر بان يروح يشاهد اذا طلع من الفار. لا يجرؤ وهو ما يروحش الفار يقول له شوف لي دي. يعني خاصة في ضربات الجزاء لو الحكم قال ضربة جزاء الفار بيشوفها فبيقول الفار بيجي يقول له لا تعالى شوفها تاني عشان نتأكد احنا عندنا شك. لكن لو ما حسبش ضرب الجزاء والفار ما قالوش حاجة فخلاص يعني الموضوع بيمشي. بيمشي عادي اه يعني اكيد فيه بيبقى فيهم بينهم انتصالات لكن فيه بروتوكول والكل بيلتزم بيه. لكن المؤكد التجربة اثبتت ان احنا لازم يكون عندنا تدريب كبير جدا. مزبوط. ممكن خبراء التحكيم في مصر اكدوا يا هذا. ان عدد كبير جدا من الحكام اللي عندنا غير مدرب بشكل كافي على الفار. ان شاء الله يتدربوا بشكل كويس ومفوض انتحاد الكورة يعمل دورات والتدريبية او لجنة الحكام في هذا الامر علشان تحل كل المشكلات اللي موجودة عندنا في مسألة الفار. لان طول ما المشكلات دي موجودة حنواجه ازمات والناس نشكك في الفار. فمطلوب جدا من اللجنة الحكام من انتحاد الكورة ان يتم الانفاق على هذا الامر عشان يتم تجهز الحكام بشكل قوي بشكل مميز بما يصب في الدورة المصر وبما يحقق العدالة الكام للكل الفرع. لكن التجربة كابتن هيني كلها بشكل عام تجربة بنسبة مش اقل من خمسة وتسعين سبعة وتسعين في دنية. وده مهم جدا يعني. ممكن احد بكه بيكلم في ضربة جزاء الاول كنا بيكلم في عشرات ضربات الجزاء. في عشرات الاهداف من التسلل. عدد كبير جدا من الحكام دلوقتي في الاهداف التسلل بحسباش غير بالفار. آآ راكات جزاء معظمها من يتحسمش غير بالفار. فمهم جدا ان يكون موجود عندنا وانطوره. ويعني استخدم احدث وسائل التكنولوجيا اللي تسهل على الحكم مهمته في المالة. ده كل كلام لحضرتك بتقوله كلام مهم جدا. وهناخده ما بين خصين كده. هل ده اثر على آآ على سمعة الحكم المصري بشكلة وباخر. والنهار ده طبعا كاس العالم للاندية. ما فيش غير آآ ما فيش ولا حكم مصري. فيه حكم عربي واحد. آآ اللي هو محمد عبدالله ده من الامارات. آآ هل تفتكر ان الفار بعدم التقنية بعدم الامكانيات المفروض تكون موجودة اثر على سمعة الحكم المصري. هو بشكل عام بالنسبة لكاس العام لاندية عشان عدد الفرق قليل. فما بيكونش فيه فرق تقريبا من الدول المشاركة في النهايات. تقريبا يعني. الا لو كان حكم سوبر يعني. لكن بشكل عام احنا عندنا فيه تأثير على التحكيم عندنا يعني. حكم مظلوم يعني يعني بلغة الكرة كده. هل حكم مظلوم في مع موضوع الفار ده هو تهل عدم تدريبه وعدم وجود اجهزة بشكل مباشر عدم وجود صورة واضحة بالنسبة له عشان يحدد. طبعا. فدي بتأثر على الحكم وتأثر على سمعته. طبعا 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 مؤثر على. ده مؤثر على كفاءة الحكم وعلى ادائهم بشكل عام يعني. وبشكل عام عندنا الحكام مظلومين. خلينا نكون صراحة ونكون وضعية. مظلومين من ناحية ان احنا ما بنهتمش بهم بشكل كبير جدا. ما بنوفر لهمش الحاجات التقنية اللي اتساعتهم على رفع مستواهم. ما يا لك انت ادخال يا يا كابتن. ان بقالهم سنة مشغلين عن النوت. يعني انا حتى بتكلم مع بعض الحكام. فبقول له طب يعني لو حكم مسافر برا يعني خارج القائرة. هو مقايرة. ومحتاج يسافر سوء طيران او قطر وهيروح يبات. يروح ازاي? قالك على حسابه. لدرجة ان الامر ان لجنة الحكام تختار في بعض الاوقات. حكام لديهم مقدرة مالية عشان يقدروا يسافر. بغض النظر عن كفاة العكم. المهم كفاة المالية عشان يقدر يسافر ويحجز نفسه. دي مشكلة كبيرة جدا. اه طبعا. الطبيعي ان الانتحاد القرى هو المسؤول على انتقال انتقال للحكام. ما بياخدوش انتقال. ما بياخدوش فلوس. سنة كاملة. سنة كاملة ما بياخدوش ولا جنيه. خلاص طبعا اللجنة اللي موجودة دي بدأت تصرف الفلوس وهياخدوا الفلوس المتعقلات بتاعتهم. لكن ليه ده بيحصل مع الحكام. هو فيه لاعب بيلعب مجانا. هو فيه مدرب بيلعب عن نوتا. هو فيه ادارة بيلعب عن نوتا. فيه اي حد في المنظومة اللي موجودة دي بيشتغل على نوتا ولا كله بياخد حسابه. اش معنى الحكم اللي هو احد اهم العناصر اللي موجودة. حقيقي. اه. ما بياخدش المستحقات المالية بتاعته. ومفترض ان ياخد مستحقات مالية كبيرة جدا. انت بتديه دلوقتي مسابقات. يعني فيها لعبين بملايين كتيرا. مسابقت بمليارات. المسابعة الدور المليارات. الدور المصري يعني. فازاي الحكم ياخد ملالين متنقى الفين ونص ودرات تلاف واربعة تلاف. لا المفوضة ياخد حاجة يعني تخليه ممكن يبقى شبه متفرغ للتحكيم عشان يقدر يصرف على نفسه. عشان يقدر يطور نفسه. عشان يقدر يعني يعني يعمل كل الاشياء اللي تخلي منه حكم مميز وحكم قوي. ان زهنه يبقى متفرغ فقط للعملية التحكمية. مش انا وموظف ومفكر في شغل ووظيفتي والفلوس اللي هنفقها. وفي الاخرى ما بخدش شيء من التحكيم. فعلى اتحاد الكورة. هذا ملف مهم جدا. واعتقد ان على رابطة الاندية المحترفة ان شاء الله لما تتكون. وهي يعني قريبة منا جدا الان. حسب ما اقلن. ان حتى فاتحة حباب الترشح لها من الاندية هتبدأ كل نادي رشح. آآ آآ عضو لي. انتخابات امتى يا استاذ? مهم قالوا ان بس سمعنا عن سبوء الاول من يناير. سبوء الاول من يناير خلاص. العلاقة ما بين طبعا اللجنة الخماسية اللي رحلت واللجنة السلسية وعملية الصدام الغير مباشر واستغلال السوشيال ميديا شوية في عملية التأثير على المجموعة اللي موجودة. وبعض القرارات اللي حضرتك عارف ان الفيف هم حدد خلاص يا جماعة لو ما فيش انتخابات لغاية واحد وتلاتين يناير. هتبقى الموضوع مشكلة وفيه عقوبات كبيرة يعني. يوم الاربع اعتقد يكون يوم حاسم في هذا الامر آآ لان طبعا فيه قرار من الدولة. ان ما فيش جماعات امامية. اه وبين شكل عام ممكن يتم التسنية التحاد الكرة. انهم كلهم ستة وتسعين عدوى يعني امامية عدوى. ما فيش مشكلة حتى لو مية وخمسين ما فيش ازمة يعني. فالامر بشكل لغاية جميلة خلال تمانية واربعين ساعة سيتم حتم الامر. وهيتم الاعلان عن موعد الانتخابات اللي هتجرى قبل نهاية الشهر العالي. ان شاء الله. ده موضوع يعني ان شاء الله باذن الله. موضوع شيء من محسوم ما فيش مشكلة يعني بالنسباله. فنتمنى ان احنا نخلص من القصة دي حتى مع شان كورة مصرية برضو ما تعرضش لاي ازمات. لحي. لان واضح ان الفيفا خلاص واخد قراره بشكل واضح ومحدد. ونتمنى ان الصراعات الموجودة زي محددك بتقول بين اللجنة الخماسية واللجنة السلاسية. لان فيه ازمة كبيرة جدا زي محددك بتقول. وكلام كتير جدا في هذا الامر. ان احنا نتم حاسم هذا الامر بشكل نائي يعني. ولو في اي مخلفات الجهات المحاسبية والجهات الرقبية موجودة هي تقدر تشوف طريقها لو في حقيقة حد عند مخلفة في هذا الاتجاه يعني. فان شاء الله الامور تمر بسلام. واول اول حاجة ان شاء الله يكون في يعني ربطة الاندية المحترفة. ده ده عنصر مهم جدا جدا. ان شاء الله يكون موجود. يدير الدوري. الدوري المصري بشكل بشكل افضل على على يعني المسابقات. على شكل الفاليو. على شكل الاقتصاد. كل دوت خلال يعني الرابطة اللي يكون موجودة. وانطلاقة الدوري عشرين واحد وعشرين. انطلاقة جيدة جدا. شايف انطلاقة دوري او المستوى الفني آآ لفرق الدوري آآ في خلال يمكن الاربع خمس اسابيع اللي فاته ازاي. تمام. يعني قبل نخص مع حالك في مستوى الفني بس الربطة بشكل عام ازاي تتكون. آآ مهم جدا طب. الربطة احنا عندها تمنتاشر نادي في الدوري الممتاز. كل نادي هيرشح حد من خارج مجلس الادار. يعني النادي هيختار شخصية مناسبة مؤهلة تبقى لمعايير معينة ووصفات معينة آآ مطلوبة. هيرشحوا ويخشوا. هيدخلوا الانتخابات وحيتم التصويت من قبل الاندية على على اختيار خمسة. خمسة من تمنتاشر. من التمنتاشر. بلاس اتنين من اتحاد الكرة بقوا سبعة. بلا سبعة. وحيختاروا منهم رئيس الربط. وتقدر بقى الربطة دي تشتغل. يعني هيختاروا من السبعة رئيس. آآ من السبعة رئيس. ولا يكون في رئيس. لا لا يختار هم منهم من بينهم رئيس يعني. من بينهم رئيس يعني. وحسقط ان ده هيكون محسوم في عملية الترشحات وعملية اتخذتنا اقول. يعني هيكون فيه تنسيقات كبيرة جدا بين الاندية يعني. حسب متطلباتها او الشخصية اللي هتخش او الشخصية اللي هتزوج بها بعض الاندية يعني. الربطة دي هتكون مهمتها ايه مهمتها مسئولة مسئولية كاملة عن ادارة مسابقة الدور الممتاز. المصر للكرة القادرة. اتحاد الكرة مش علاقة خالص بالمسابقة دي. فهي مسئولة عن رعايتها. عن تسويقها. عن مبارياتها. اتحاد الكرة بقى عن المنتخبات. اه اتحاد الكرة. فقط لغير. طبعا اللجنة دي الربط ده اللي ما تجي هل يتعاين لجنة المسابقات ويبعندها لجنة شون اللاعبين واللجنة الحكام. كل الحاجات دي هتبقى تحتها وهناك اتفاق كامل ما بين الاندية وبين اتحاد الكرة انها زي الرابطة هي المسئولة مسئولة كاملة ولا تدخل في عملها من قريب او من بعيد. وربطة دي هكون لها حسابها البنك ولها فلصة الخاصة ولها شعارها ولها حاجة مستقلة تماما. لكن ما يكون فيه تنسيق على مستوى على الخطوط العريضة. اللي هي تخدم صالحة الكرة المصرية ما بين الاتحاد الكرة اللي هو. وبين الربطة اللي هي بتدر المسابقة يعان. اتحاد الكرة هي بي عنده المنتخبات وعنده متابعات وهي بي عنده مسابة كاس مصري هي دير الاتحاد الكرة. عنده كاس السوبر. حاجات بهذا الشكل. ما يتمنى ان التجربة دي تنجح. لكن عشان تنجح التجربة دي يا كابتن هاني علينا يعني احنا بنشاهدش وعادين الناس تعيين بالنماذج السابق وانا الكلام ده مرارا وتكرارا عندنا دوريات عالمية موجودة الدورات الكبرى الخامسة في العالم بتشتغل بالنزام ده طبعا ما فيش معنى ان احنا نطلع ونشوف وندرس ونأخذ منه ما يناسبنا ونناسب مجتمعنا ونناسب عادتنا وتقاليدنا وقيمنا ونناسب قيمتنا الاقتصادية ونناسب مسابقتنا ونناسب فرقنا وانديتنا ونناسب الكرة المصرية والليسان في تطوير الكرة المصرية بشكل عام نقدر ناخد منه ما يناسبنا بس نقدر نستفيد منه وناخد افكار ونطور من هذه الافكار ونضيف لها اعتقد ان الربطة دي لو تمت هتكون خطوة مهمة جدا للكرى المصرية ان شاء الله في المرحلة الماضية ان شاء الله والربطة كمان مهم اعضاء الربطة ورئيس الربطة ده كمان اعتقد هيكون في تنوع في الامكانيات انت الربطة بتتكلم على ربطة بتدير الكرة المصرية مش على الجوانب الفنية بس لكن كمان على الجوانب الاقتصادية وده مهم جدا على جوانب الماركتنج والتسويق ده مهم جدا وبالتالي ان شاء الله نشوف نموذج لربطة بداية جديدة للكرة المصرية من خلال الانتخابات انتخابات هتقام الأول وبعد ما اعلان اتحاد الكرة عن نجاح ايا هيكون هيتم انشاء هذه الربطة ان شاء الله نروح مع الجزء التاني من سبحانتك اللي هو الدوري ان شاف ان الدوري السنة دي دوري ممتع دوري قوي دوري مثير دوري فيه الفرق كلها عند اهداف وطموحات يعني بص القمة عليها اكتر من حد القاع ما فيش ما تعافش مين رايح فين ومين جاي منين الفرير اللي بيخسر مطشين بيرجع يكسب مطشين تحس ان الفكر تغير في كرة القدم عند الفرق في الدور المصري الادل ده الصفقات الكبيرة اللي معظم الفرق دعمت بيها وكمان الايام ده بيدعموا تاني اكتر فده بيقوى الفرق وبيقوى دوافعها وشافين منافسة قوية جدا شافين نسب عالية من الهداف اه بترتفع وبتنخفض مثل كان الاسبوع الثاني والثالث اعلى نسبة تهديف وصلنا للمعدل اكتر من ثلاث اهداف في المباراة تقريبا لكن بترجع نسبة التهديف زادت برضو في الاسبوع ده ففيه اداء هجومي قوي فيه اهداف جميلة بتتلاعب فيه شكل تاكتك حلو جدا فيه فيه مستعود بدنية عالية جدا موجودة في المسابقة فيه لعيبة تانية ظهرت اعتقد ان القماشة بدأت توسع قدام الكابتر حسام البادري ده مفيد للكورة المطرية كابتر حسام اكد على ده نفته لما قالك ان فيه ثلاث اربعة لعيبة ممكن اشوفهم لذا ده فيه عدد كبير جدا من اللعيبة بدأوا يظهروا بشكل قوي جدا بدأوا يظهروا عندك مهاجمين بدأوا يظهر عندك مدفعين بدأوا يظهر عندك ناس في الاطراف ده مهم جدا بجانب انه يعمل لك مسابقة عالية هيصب في مصلحة المنتخب الوطني اللي داخل على تصفات كاس العالم السابقة 21 دي بالنسبة لنا مهم جدا 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 لاننا عندنا منديال 22 في قطر وعندنا الاولمبياد وعندنا الاولمبياد وعندنا تصفات كاس العالم وعندنا كاس العالم لان قبل نهاية 21 ان شاء الله هتكون تقريبا مخلاص المهم جانب كبير جدا من تصفات اتحسم بالنسبة للمنديال اللي هتلاعب في قطر باذن الله ده المسابقة ماشي بشكل جيد ماشي بشكل قوي ماشي بشكل جديد ماشي بشكل منتظم بالسنة وماتش يالي والزمالك اللي تم تأجيله المظروف كلنا نعلامها ودي خارج ارادتنا كلنا يعني او خارج حتى سيطرة اتحاد الكورة طيب من جزئية وناخد من سلبيات السنة اللي فاتت ونحاول السنة دي ان شاء الله يكون فيه يعني ايجابيات اكتر لكن مش واضح تغيير المدربين وملف تغيير المدربين النهاردة يمكن اعتذار الكابتن طرق العشري عن القيادة الفنية اللي طلع على الجيش قبله كان ريكاردو من الاسماعيلي وكمان كابتن طلعت يوسف يمكن منزلش حتى تدريبة واعتذر عن الاسماعيلي هل تفتكر الكراسي الموسيقية بالنسبة للمدربين والبند المحطوط من اتحاد الكورة السنة دي في اللائحة ان ما فيش مدرب يقدر يشتغل مع اكتر من فرقتين في الدورة هيكون لها تأثير وشايف ازاي رجوع الكابتن عبد الحميد بسيوني لطلع الجيش احنا تعايا معظم الفرقة ما غيرتش الفرقتين طبعاين اللي حصل فيهم تغييرات احنا لسا في الاسبوع السب اه مبالك النادي الاسماعيلي وطلع الجيش طلع الجيش طلع يمكن لسه حالا ديوقتي قبل ما نطلع كان الخبر اللي هو ان طرق العشري غادر منصبه في طلع الجيش وعاد عبد الحميد بسيوني مرة اخرى وقبل ما يجي طرع عشري كان عبد الحميد بسيوني والحقيقة كابتن بسيوني كان عامل نتائج مميزا مع الجيش ومفنش المسلم اللي فات بشكل قوي شكل مميز وبعد كده احنا يعني اجي كابتن طرع العشري ولم تستعاده النتائج بداية كان اول مطشي يمكن مع كان في كاسمار وما وفقش الراجل وخلاص لا وفق في كاسمار ولا وفق في الدور نتائج كلها سلبية بالنسبة لفريق طلع الجيش حقيقة نقطة محال غدواتي لا تناسي فريق طلع الجيش اللي عودنا على مستوىات كويسة ودائما من فرق المنطقة الدفية جدا نصبوط فده اول تغيير نادر اسماعيلي فده يعني اللي فيه مشكلة كبيرة جدا في التغييرات ده غير وغير وغير يعني من ريكاردو للكابتن طلعت يوسف للكابتن محمد وابا للكابتن ابو طالب العيسى تتكلم اربع مداربين لسه بتلاء اربع سبهم الدور ايه اللي بحثة في نادر اسماعيلي ده ده كتير او على نادر اسماعيلي ممكن شوفنا نادر اسماعيلي مهتز بشكل كبير جدا في مباراته الاخيرة مع المقصة خسر 3 واحد مع ان المقصة من اقل الفرق اللي دعمت السنة دي مع المقصة من اكتر الفرق اللي كنا متوقعين هتعاني بالدوري فكون ان الاسماعيلي يمكن كل التغييرات دي شئ ظهرت على الاسماعيلي في مبارات المقص شيء طبيعي جدا يا اسماعيلي يعني يستقبل شباك تستقبل شباك وثلاث اهداف نادر اسماعيلي الكبير بيختر بثلاثة قدام المقصة ده نتيجة التغييرات الكبيرة جدا لانه مش معقولة بتكلم في خمس مباريات كل مباراته مدرب في نادر اسماعيلي لا اللعيبة هتحترم المدرب ولا اللعيبة منتظمة ولا اللعيبة منضبطة المدرر بحيجي هيبقى تحت ضغط أنا جاي نادي لو ماتشين تلاتة الأمور ما مشيتش هو بالتالي هيبقى فيه إقالة أو استقالة فالأمور دي كلها الشوشرة الإدارية أو عدم الاستقرار الإداري داخل نادي الإسماعيلي هو ده السبب ولا الكواليتي بتاع اللعيبة شايف الجزئين فعلا نادي الإسماعيلي عنده كواليتي من اللعيبة تدي له الأولوية أنه ينافذ على حتى المرابع الدهبي ولا الإدارة هي السبب في المشاكل كلها بص احنا دايما متعودين على الإسماعيلي أنه هو بيفرخ نجوم أنه هو بيصنع نجوم أنه هو بيجيب حاجات مجهولة من عرفهاش ولمعه يقدمها لنا كداب خالص ومعظم النجوم الإسماعيلي الكبار اللي شفناه في الكرة المطرية الإسماعيلي كان جابه حتى معظمه من الدرجات الأدنى في الكرة المطرية وقدر ياخدهم ويلعب يوم لأنه عنده عين كويسة بتشوفه بيجيب لعيبة بأسعار قليلة جدا وبيتوصل أسعارها على الملايين وبنشوف دا دايما ففكرة العيبة مش دي المشكلة أنا من وجهة ناظري المشكلة في نادي إسماعيلي في الإدارة هي الإدارة هي دي الأزمة الموجودة في النادي الإسماعيلي اللي هي ما بتصبرش وبتحملش واختياراتها غير جيدة خصوصا في القيادات الفنية للفريق يعني لو دهبنا مثلا نشوف نادي أسوان نادي أسوان استنى العدد كان بيدربه كابتن مجد عبد العاطي وسائط نتائجه ورغم ذلك تمسكوا به وفضلوا ماشيين معاه لغاية ما كابتن مجد هو اللي قرر قرر يمشي قرر رحيلة علشان زرور ملايين هو اللي قرر اللي يمشي وجي كابتن كوشري وكم السنة دي كابتن سامي الشيشيني بالرغم انه عمل انتصارين خسر ثلاث مباريات البعض كان بيتكلم انه يمشي يطلع نادي أسوان ويجدد لك الفقة موجودة فيه الفكرة دا طبعا يعني نادي أهل طوال أمر يا أستاذ محمد نادي الإسماعيلي نادي كبير جدا وجماهير نادي الإسماعيلي بتحب الكورة واحنا كمان بنحب نادي الإسماعيلي وبنحب كورته في وجهة نظر الشخصية ان النادي الإسماعيلي محتاج مشروع انه هو يشتغل على نفسه ثلاث سنين مش كل سنة يقولك انا اه لازم السنة دي هنفس على المربع الدهبي لا انا في اعتقاد الشخص انه يجيبه مدرب كف على مستوى عالي جدا وكثير من ال حتى من ولاد الإسماعيلي او حتى مدرب أجنبي ويدلوا مشروع لمدة ثلاث سنين انت عندك زي ما انت بتقول عندك جزئية السكاوتينج يبدأ يدور على لعيبة ومناسبة في مشروع ثلاث سنين في خلال الثلاث سنين دول والجماهير هتكون عارفة الكلام ده فهتصبر شوية على الإدارة احنا عندنا مشروع لمدة ثلاث سنين خلال الثلاث سنين الجايين هنقول النادي الإسماعيلي بيشارك في البطولات الأفريقية تجيب مدرب كويس تقول له انت عقدك معي ثلاث سنين انا عايز خلال الثلاث سنين دول يبقى نادي الإسماعيلي في الحتة كذا ده كلام جميل جدا وكلام محترم جدا وبنتكلم ده النادي إسماعيلي لأن احنا نادي الإسماعيلي ضلع مهم جدا في الكرة المصري ويعني اعتبر حجر زاوية والواحد كان متخيل ان مع دخول فرقة زي برامة زمالاهلي والزمالك تخلم يبقى الإسماعيلي فعندك أربع فرق بهذا التقل وبتلاقي داخل معهم المصري وداخل معهم للتعاد وبص والأندياء الخاصة داخل شافين سراميكا داخل بتلاقي سبع تمن فرق داخلين بشكل قوي جدا ده يرفع لك المستوى في الدور المصري وده حيصم في مصلحة الكرة المصرية والمنتخبات بشكل عام نتمنى ان بتواري الإسماعيلي يعودوا ويخططوا ويدرسوا ويشوفوا الغلط فين ويبدأوا تحركوا من دلوقتي ويعملوا المشروع إعادة نهدة كرة القدر في نادي الإسماعيلي ده مهم جدا وخاصة زي ما أنت بتقول إن النادي الإسماعيلي أو ما جوار حوالي النادي الإسماعيلي ممكن يبقى فيه سكاوتينج يكتشف لعيبة خلال ثلاث سنين يبقى عنده سكاوتينج محترم عنده مدرب يعني يوصلهم للنقطة دي فإحنا طبعا نتمنى التوفيق خاصة النادي الإسماعيلي من الأندية الواحد يحب كرة لا لا طبعا من الأندية الجميلة طبعا تعالى نروح لإن شاء الله النادي الأهلي بكرة إن شاء الله يعد المباراة بسلام وما يكونش فيه مشاكل لكن عندنا يومي الجمعة مباراة مهمة مباراة سيراميكا تقييمك للمباراة دي وتقييمك لثلاث الوافدين من الممتاز به لو بنتكلم على غزل المحلة بنتكلم على البنك الأهلي وسيراميكا خلال المشوار الصغير الخمس أسباع في الدورة لأن طبعا الوافدين لأنهم صرفوا كتير جدا وتقريبا بدلوا جلدهم بالكامل يعني بإثناء غزل المحلة ما دارش نقول بدل جلده غزل محلة قدرات المالية محدودة لأنه في النهاية نادي بيتبع الدولة أو الوزارة فما بيصرفش كتير جدا زي البنك الأهلي أو زي سيراميك دول أنفقه بشكل كبير جدا لكن التلاكة الحقيقة عملوا مرضوط كويس في مباراة الأولينية بتاعتهم وادروا يعني كلهم دلوقتي ما بينهم ست نقطة طبعا وقت حاجة جميلة جدا وحاجة مميزة جدا أفضل من فرق كبير جدا الليها تاريخ كبير جدا في الدور الممتاز يعني فدي دخلة قوية أو طبعا قوية جدا خصوصا لفرقتين لأول مرة بيتحطوا في الدور الممتاز البنك الأهلي والسيراميك لم يسبق لها معبر التاريخ إن كان لعبوا في المسابقة فطبعا ده شيء مميز جدا ليهم وتحية ليهم نتمنى لهم التوفيق نتمنى أنهم يوصلوا تجربتهم الحلوة الجميلة دي اللي هتسر الكرة المصرية وحضف لها يعني بشكل كبير جدا أكيد دول اتكلمنا على سيراميكا ومستوى اللي بيظهر بها كانت بالنسبة لنا مفاجأة إنه بيظهر بشكل كويس طبعا دعم بشكل كبير جدا جاب لعيب على مستوى خبرات الدوري جاب لعيبها مميزة جدا لكن المستوى الفني اللي بيقدمه مستوى جيد حتى رغم الهزيمة أعتقد كمان من بيراميز 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 عمل ماتش حلوة جدا الحقيقة يعني وكانوا قوي سينا وقدنا من التعايد اللي قدروا يوصلوا وبيوصلوا وبيصنعوا فرص وعمل نسبة إحواز حتى حلوة يعني أما أنا ما بعاولش قوي كتر عن نسبة الإحواز مثل الفرق اللي تقدر تمسك كرة وتلعب كرة وتتحرك بشكل جيد وبتنوع الأداء بتاعها وبتنوع الهجوم بتاعها وبتقدر تتصدى الفرق بحجم بيراميز فيها لعيبة خبرات كبيرة جدا بالبلد بيراميز اللي انطلاقته في الدورة غير متوقعة أه طبعا انطلاقت بيراميز غير متوقعة في الدورة على اطلاق مقارنة بقيمة اللعبة اللي موجودة فيه ومقارنة بحجم الانفاق اللي عملوا على الفرق على شان يطوره ويرفع من مستوى ويتنافس الشكل كبير جدا يعني شفناهم حتى في الماتش الأخير مع الانتاج يعني لو كان وصل للتعادل كانوا يبقوا سعادية لكن طبعا اتحقق لهم الفوز لكن في النهاية الفرقة تحس انه عندها صعوبات كتير جدا تحس انه كمجموعة لعيبة كويسين يعني عندهم مجموعة لعيبة أنا بقول لحدك كمجموعة لعيبة حلوين لكن كفرقة مش حلوين كفريق ومجتمعين مع بعضيهم وبيقدم شكل جماعة مع بعض مش مش مميزين بشكل كبير يعني اعتقد قدامهم وقت يعني محتاجين عشان ينصاهروا مع بعضين في بوتاقة واحدة وتصبح اللي يصبح انه كل دولة فرق واحد تيم واحد بيلعبوا كله بيخدم على بعضي لكن انا شاف انه انه تحس ان فيه كتل في الفرقة يعني صحيح مدفرقة بالنسبة له طبعا انيجي لفرقة تانية طبعا بتمثلنا على المستوى المستوى الافريق والمقاولين العرب بدايته يمكن في الاول ما كانتش بداية موفقة ويمكن مشوار المشوار الافريقي يمكن تعادل هنا مع النجم سحيلي وغياب الكابتن عمادي النحاس طبعا منقول له الف سلامة على طبعا سفر البعثة لمباراة العودة شايف المقاولين العرب خاصة ادى موسم اكتر من رائع شايف مشواره في الدول ازاي وعلى المستوى الافريقي بصر كابتن دي اسوأ بداية للمقاولين انا عمري ما شفتها ليه قبل كده حتى بغض نظر عن موسم الاستثناء الجميل اللي عملوا في السنوات الاخيرة الموسم الاخير اللي خاد فيه المربع الزعبي كان موسم مميز جدا ليه السنة اللي فاتت دي اسوأ بداية للمقاولين عمري ما شفنا المقاولين نلعب خمس مطشاط عنده تاتا بونت فيهم يعني يعني اقل من الضعيف جدا يعني محدش كان يتخيل هذا الامر على الاطلاع وكانت مفاجأة بالنسبان طبعا طبعا مفاجأة كبيرة جدا نتكلم في المقاولين فرقة مشتقرة معها مدربة من السنة اللي فاتت شاف الفرقة مدعم كابتن عماد النحاس من الناس كلمت عنه بشكل ايجابي كبير جدا مدرب والناس كانوا بطرح اسمه كان من المدربين الوعدين المميزين جدا فتفاجأ انه اربع مباريات زيروا من النقاط كانت حاجة صعبة جدا على نادي المقاولين العربي يعني فالحقيقة يعني خطا طبعون تدولا اللي حد ما بدأ يستعد تعزنه لكن المقاولين نواجه صعوبات كبيرة جدا بسبب كورونا يعني ماتش النجم السحيلي ماتش ازياب هنا يعني الفرقة كان بتلعب وتقول يا رب بسطورة معي واطلع بالتعادل وهو بلعب على أرضه المفروض ان هو يحصل من الأمور مع النجم السحيلي بالرغم من النجم السحيلي من الفرق مش الفريق اللي احنا نعرفه زمان لانه فقط كتير جدا من قوته وما فيش تدعمات ليه ومتراجع بشكل كبير جدا في الدور التونسي كان عنده اثنين وثلاثة لعبها مش هكتر من كده اللي هم إلى حد ما قادرين يشيروا الفرقة الغياد دلوقتي لكن ما قولين في حالته طبيعية كان يكسب هنا بفرق جنو اثنين وثلاثة زي ما تقول قول لكن قدر يتعادل فطبعا ده صعب ما قفه الأصعب ان مبارح كان عدد كبير جدا مصاب من الجهاز الفني كان الجهاز الفني تقريبا كله مصابه كورونا كابتن عماد النحاس علاء عبدالغاني رمي عادل حتى رمي ربيع الإداري حتى كان فيه قلق كبير جدا ان الفرقة تسافر من غير اي حد من العناطر الجهاز الفني ففي مشكلة لغاية ما عملوا مسحة وعرفوا مسحاتها قبل السفر صباحا والحمد لله رمي عادل طالب عددوش كورونا لكن المدرب المدير الفني والمدرب العام والمدير الإداري دولها كورونا بره ما تفروش مع الفرقة بإضافة لبعض اللعبين اعتقد ان مهمته صعبة هتأثر هناك طبعا بصبت لكن ربنا ان شاء الله يوفقهم واللعابة تقدر هذا الظرف ويكفح ويقتلوا لكن طبعا يعني اصابات جاية للمقاولين فوقت صعب جدا يعني كنا نتمنى ان المقاولين يقدر يتجاوز المباراة دي ويدخل لدورة 16 بعد كده الامورة تكون ايه يعني افضل بالنسبال افضل طبعا ويرتب اولا او يتجاوز حتى المرحلة دي وبعد كده المباراة اللي جاية حتكون الكابتن عماد النحاس يعني كابتن عماد النحاس خف وموجود مع الفرقة اعتقد ان الكن ده هيساهل من مهمتهم لكن الامور صعبة جدا بالنسبة للمقاولين العرب لكن معاك ان المقاولين العرب ندب الشغل بشكل مؤسسي ان رغم كل هذه الخسائر الناس متبسكين بعمد النحاس ويدعموه بقوة ويدعموا الفرقة وما هدوش الجهاز الفاني ومتبسكين بيه وماشيين في طريقهم لانه عارفين قدرات المدارب صح بالضبط انا معاك لان هي دي الادارة الصح انت ماينفعش المدارب ماشي معاك بشكل اكتر من رائع بقاله سنتين وبيعملها النتائج رائعة ويلكرب مع بداية الموسم وارد جدا نتيجة حاجات كتيرة جدا وبالتالي بيدعموه بشكل بيئة ابن صحب دي كابتن فكرة انك انت عندك قناعة بالمدارب وانا ما عندكش قناعة بالمدارب عندك قناعة بالمدارب هتتحمله المقولين بص بشكل عام مش هيهبط للدرجة التالية لا طبعا والمؤكد ان هو حيستعيد مستوى لانك انت عارف مداربك جاي المدارب الموجود عندك ده عنده قدرات وهيقدر ينهض بالفرقة زي ما احنا شايفين ايهاب جلال في المقص مديوله ثقة كبيرة جدا مع انه ما عاموش فرقة تقيلة الحقيقة يعني والنتاج الاخيرة بالرغم يعني الفوز لكن النتاج قبل كده ما كانتش كويسة ما كانتش كويسة وقدر يعمل انتظارات وحايا عنده صبعا القان دلوقتي طبعا يعني هايل يعني ما شاء الله عليه فاعتقد ان ده شيء كويس من هده المؤمنين العرب ودي الانداج كبيرة والمواصلات اللي بتحترم من من خلال رؤيتك للدوري خلال الاسابيع اللي فاتت من اللاعبين ومن من المدربين اللي شايف ان لا ده مدرب ليه بصمة واضحة جدا على فرقته ومن اللاعب اللي لفتت نظرك من خلال الاخمسة الاسابيع اللي فاتت يعني مدربين طبعا عندك مدرب سيراميكا هايسا مش عابا مدربين مدربين كويسي مدرب كويس يعني اول مرة في الدور الممتاز والادارة ديته الثقة الحقيقة وقدر يتحرك بشكل كويس جدا ويعمل نتاج كويسة شيء جيد يعني عندك الناد المصري علي ماهر برضو وماشي بشكل جيد مع الناد المصري وقدر يدعم وماشيين كويس يعني تقدر تقول في شيء بتكافر بالمعظم المدربين يعني ماشيين لسه محتاجين جولات اكتر ان احنا نقدر نحكم عليها بشكل قوي شكل مميز يعني اللاعبين مثلا لفتت نظرك اسماء لفتت نظرك بالنسبة اول خمسة السابيع ولا انت شايف لسه الامور لسه يعني فيه اكتر من اسم لكن الشيء اللي جاب يعني تلاقي عندك مثلا بقى عندك محمد شريف يظهر كلاعب مهاجم قوي وفتز في الدور المصري على فاكرة محمد شريف تحس انه ماشا تانية مختلفة يعني محمد شريف اه في امبي كان بيقدر بشكل كويس مع النادي الاهلي تحس ان اللعيب المركز رأس الحربة في النادي الاهلي بقى عندك نوعيات مختلفة محمد شريف بيروح على الجون على طول وشه الجون عنده تحركات مروان ليه مميزات معينة بواليا ده وقت داخل بشكل معين فالتنوع ده مهم ده مهم جدا لان كل واحد كمان ليه منطقة وليه مساحة وليه معارض بالزبط ده بيخدم على الفرق لكن بقولك بتشريف من المكاسب الكبيرة جدا اللي نادر يهلي والليه منتخب مصر من الحاجة كويسة يعني شفنا مروان حمدي برضو مهاجم كويس ودري سجل الهدفين في مباراة اللي كان بلعبها مبارا المهاجم برضو من المهاجمين الميزين حسام حسن المهاجمين اللي شغالين برضو حسام حسن يعني حسن انه بدأ يمضج وبدأ عنده يعني يبقى اكتر خطورة على المرمى بعد كويس جدا فيه من الناس اللي مفتقدين في الدورة عبد الرحمن مجدي اللي عبد اسماعيل من اللعبة المميزة ولكن طبعا الاصابة بعدها من ده زعب مميز مش موجود بعد كبير جدا كريم العراق في المصري فيه كريم فؤاد موجود صحيح كريم طارق من برضو الناس المميزة دول موجودين في ام بي ناس كويسة وخلي بالك كل دول سنون صغير لسه طبعا عندك زمالك بن شارقي من اللعبة المميزة جدا واحد من افضل اللعبة في الدورة المصري زيزو من اللعبة المميزة جدا طبعا اوباما بيخص داخل بشكل قوي شكل مميز طبعا نصف حمد تأثر بمشاكل كبيرة جدا اللي موجودة عنده اللي مفروض هو يعني ينسى كل المشاكل دي حتى لو عنده عروض المفروض هو بيقدف الملعب لانك ده رأس ملك انك تقدف الملعب مش انك تتمرد وما تلعبش مع الفرق فده من المواهب اللي المفروض ان احنا نحافظ عليها وهو بطبع يحافظ على نفسه لانه زي ما هيفيد نادي المنتخب مصر المستني وممكن هو يفيد نفسه بشكل كبير جدا يعني فده من القيبة على مستوى المدربين كمان نسينا كابتر ريدا شحاتة ريدا شحاتة كمان اوه كابتر ريدا طبعا عمل ببرات اكتر من رائعة يعني في الجونة طبعا ماشي بشكل قوي وشكل مميز اه 11 نقطة ومتصدر المسابعة لغاية دلوقتي اه يمكن كان ريدا شحاتة قطيحك له فرصة قبل كده وجابو له مدرب اجنابي رغم ان هو كابتر ماشي وعمل نتائج كويسة وجي المدرب نتائج بعد كده نتائج غير جيدة معا في الجونة لكن الان نادي الجونة بيعطيه الفرصة والرجل بيتحرك بشكل قوي لكن في النهاية انا دايما يعني بصبر على التجربة لغاية ما تكتمل مصبوط يعني يعني خلينا برضو على اقل لغاية الدول الاول عشان نقدر نحكم ونقدر نتكلم لانك ممكن تكسب ماتشين ثلاثة وحطوك في حتة جيدة يعني لكن البدايات حلوة والبدايات مبشرة والبدايات جيدة وانا شاف ان السنة دي فيه فيه دماء جديدة من المدربين هتدخل بكرة مصرية زي ما شافين رضا شحاتة في الجونة سامي الشيشيني موجود في أسوان علي مير موجود في المطري شافين طبعا كابتر بيسو كان موجود قبل كده لكنه جاي عبد الحميد بيسوني المدرب أشبت كفاء وموجود عدد كبير جدا من المدربين الشبان اللي هيحمله الراية في الكرة المصرية في الصوات القادمة وده مهم جدا ان يكون عندك دايما عملية تدوير للمدربين وعناصر جدا بتطلع عندك وعناصر جدا بتضخ عندك دايما في الكرة المصرية فده عندك كابتر خالد عيد في المحلة الحقيقة برغم من التضييقات المالية اللي موجودة عنده اللي ان الرجل بيكافح وبيقاتل وبيلعب وقدري حقا وماشي يعني يعني خطوة خطوة كده يعني ربنا وفا يا رب ان شاء الله فعندنا المرحلة المقبلة هتشهد المدربين هتشهد لعبين لكن انا بحب بصبر حتى عشر جوالات عشان تقدر تطلع تقييم جيد ومنطق بالضبط يعني للوقت في مدربين عاملين شكل جيد ممكن مع المشوار الطويل تعرف الدوري مشوار طويل يعني يعني انا مسلا شوفنا مسلا اسوان في اول مطشين كسب فقلنا عايطلا خسر بعدها تلات مطشات طب هل سامي ششين كان مدرب كويس ولا دوقت مدرب وحش ولا دوقت ايه فلازم ناخد وقتنا وهو ياخد وقته ياخد فرصته وياخد عدد كبير جدا مباريات حشان تقدر تحكم على التجربة بشكل جيد لكن البدايات كلها في الدور بدايات مبشرة بدايات حلوة عندنا لعبة بتلعب عندنا اجوان يعني ممكن محمد صادق اللعب لإسماعيلي إسماعيلي جايب جون لإسماعيلي فات حاجة عظيمة جدا الحقيقة مشوفتش جون زي ايه الحضرات وايه المهارات وايه التزديد وايه القوة اللي عملها في الكرة دي حاجة جميلة او حاجة محترمة جدا يعني بنشوف افكار بتتلعب في في الاهداف يعني اهداف ملعوبة اهداف لها شكل لها ستايل لها طريقة معمولة مش مجرد انك انت بتزوء الكرة في الجنو خلاص يعني فده شيء مهم جدا في شادي في سراميكا شادي احطين من الناس المميزين جدا اللي ظهروا بشكل كويس جدا عندهم دابوا برضو في سراميكا ففيه وجوه طلعة جديدة وجوه جديدة والسن صغير وبالتالي ده كمان انت بتتوقع ان شاء الله زي ما انت قلت الاستفادة على المستوى الباليو بتاع الدور ان يكون فيه منافسة كبيرة واداء فني عالي وكمان على مستوى المنتخبات ان الكابتل حسام وماشى بالنسبة له واسع بالزبط يعني ده حاني مش انا محمد عبد المنصف في مطشي يالي وجونا اربعة واربعين سنة وبيقدي بشكل جيد وبشكل وساهم في انقاذ في رئيته من خسارة يعني طبعا فده اكبر اكبر شقة اللعب في الدور اكتر من رؤية بصدق اه لا يعني هنشوف مع المستوى الدفاع عندك بسلا شفنا الوينش في الزمالك بيشغال بشكل كويس جدا اللعب مميز بانون بيتقدم واتطور معناه بشكل بدر بانون انا بالنسبة لي لغاية دلوقتي الحمد لله يعني تاتشوت كده قد كل المبارات مفيش يعني مفيش غلط يعني الحمد لله بكسب كبير جدا خلاص بقى عندك ثابت وزي ما قلنا ان وجود حد زي كده بيعملك نوع من المنفسة وجنب ايمن اشرب كمان تحس انهم دا ايمن تحس ان اختلف بتقل يعني ايمن ما شاء الله تقل وامتى بيعمل التاكلينج وبيقف وتحس انه فعلا تقل بلغة الدفاعية ممكن يكون ايمن اشرب خد نوع من السقة معاك حد ساند معاك كبير جدا اعتقد كمان هتلاقي ياسر ابراهيم دخل وسعد السامير جاي وربيعة جاي حيبقى عندك بقى ما كان عندك دي بقى تستغرب عندك فقوة بقى فندك فيها وفرة عددية تقدر تفيدك في المراحل المقبلة اكيد ان شاء الله ويمكن اخر نقطة طبعا اعارة العربي بدري اللي نادي الجونة شايفها ازاي و يعني الاستفادة الاستفادة من الناس اللي جات وكمان فتح باب الاعارة كمان ده شيء مهم جدا العربي بدري ان شاء الله ربنا وفقه مع الجونة وقدم مستويات جيدة لان الجاز الفني شايف ان هو خامة جيدة جدا وشوفنا الكلام ده على ارض الملعب لكن ممكن مش هيكون لي مشاركات كتيرة في الدوري وبالتالي نستفيد منه في حتة تانية فكرة الاعارات دي تجربة سابت نجاحها بشكل كبير جدا بنسبة تصل الى مثلا مش قال لي من 8% بنجاحات لانك انت لعب عندك لعب موهبة فبتوديه مكان ياخد فيه فرصة اكبر فبيتم ثقله وياخد خبرات وياخد قدرات وياخد احساس المباعدة ويرجع عليك شوفنا يعني محمد شريف لما كان في الاهلي قبل الاعارة وبعد الاعارة لحيه لما راح هناك وطبعا يعني لان انكر دور الكابتة حينما طولان في تطوير مستوى مع امب هي عمل معها جود كبير جدا وقدر يوصل به لوصيفها ده في الدوري شوفنا رجع ازاي شوفنا صلاح محتن راح اسموحة ورجع احمد ياسرين كان في الجنة راح ورجع فاعتقد ان ناصر ماهر كان برضو موجود ورجع ربنا يشفي ان شاء الله ورجع من المواهب المهمة جدا في اللعب رقم عشرة فاعتقد ان العرب بدري انا شايفه خامة كويسة وخامة مميزة وكلنا اشدنا به واعتقد ان لون ان الاهلي شايفه ان اللعب يستحق ما كانش يداله فرصة الاعارة دي ففيه فرصة ان هو يروح ويلعب وهيشارك مثلا لو شارك له في 30 مباراة من الفيلموش ما اعتقد ان ده تكون اضافة كبيرة جدا مش هيقدر ياخد الفرصة دي مع النادي الاهلي طبعا هي الرؤية الفنية اللعب كويس لكن فرص اشتراكه قليلة وبالتالي لا انت روح وانت عارف دايما باللغة الكرة الملعب هو اللي بيعمل اللعب طول ما رجلك في الملعب خبراتك بتزيد اللعبتك البدانية بتزيد احسن معاعد احتياطي مع النادي الاهلي وملعبش ولا مباراة وبعدية بسنتين مش حتى مش هلاقي نادي اعارة بالزبط لا كمان وفرصة العارة دي يعني انت بتحط اللعب قدام اختبار عظيم خلاص يا عم انا اددك الفرصة هو قدم لي نفسك بقى بشكل كويس جدا زي ما عمل محمد شريف يعني محمد شريف يعني واكرم توفيق بالزبط انت شاكل فيه حاجة كويسة فبتدين الفرصة فبيزيد فبيجيلك تاني شاير لكن افترض ان راحه ما زادش خلاص يعني فيه لعابة كتير جدا لخيزت الفرصة دي وما استغلتهاش وما دلش توصل للمستوى الفني والبدني اللي اهلها منها ترجع للنادي الاهل فخلاص دينا نموذج كمان عمار حمدي عمار حمدي من النماذج النجحة جدا مع نادي الاتحاد حاجة مميزة جدا ويمكن نادي الاهل طلب يمكن يرجع لكن نادي الاتحاد متمسج جميل لكن ده كمان نموذج لعملية تطوير اللعيب من خلال او تطور الاداء اللعيب من خلال الاعراض والاستفادة ويبقى النادي عنده اسد بمعنى يعني عندك اسد بتستفيد منه في مشواره وكل طبعا اللعيبة دي اللعيبة صغيرة لسه يعني في سن 22-23 سنة اللعيبة دي كلها مستعبة للنادي الاهل اللعيبة دي معاك لغاية مثلا 10 سنين على الاقل 10 سنين بتديك اعلى مستويات فده مهم جدا وده النادي الاهل مش بيعمل فرق لدلوقتي الاهل بيعمل فرق للمستعبل عندك فرق دلوقتي كويزة لكن ان شاء الله مستقبلك بتأمينه بعدد كبير جدا من اللعيبة اللي هيرفعه الرايا في المستقبل ان شاء الله وده دايما دلوقتي كمان النادي الاهل يعني متوسط عمار اللعيبة وصل تقريبا 24-25 سنة متوسط هايل عندنا لعيبة خبرات زي وليد سليمان زي شناوي عيمن أشرف علي معلول عمر السولية عندنا لعيبة شباب النموذج ده النموذج ان شاء الله يكون نموذج نجح وتدواصل ان شاء الله البطولات في 2021 كل سنة وانت طيب مرة تانية محمد شرفتنا ونورتنا وان شاء الله يعني سنة سعيدة على حضرتك ودايما بتشرفنا في البيت الكبير بنا خليك كابتن وان شاء الله سنة سعيدة على حضرتك وعلى النادي الاهلي وعلى جمهورنا الاهلي وزي ما 21 كان ختمة مسك ان شاء الله بدايات 21 بإذن الله ويمكن التحدي الاكبر بالنادي الاهلي في شهر المقبل عندك كاس العلم الاندية ان شاء الله الاهلي يقدم مشتوى مشرف ياليق بقيمة وقدر النادي الاهلي والكورة المطرية بإذن الله وكل صلاحة تكون طيبين يا رب كل صلاحة تكون طيبين يا رب كل صلاحة تكون طيبين من دورنا دايما دي كانت نهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير ان شاء الله بعد الفاصل النجمين كبار من نجوم النادي الاهلي الكابتن فتح نصير والكابتن مير همان اشتركوا في القناة